اشتركوا في القناة اكبر مثال حلو على كده هو امنا العدرة والدة الاله الثقة الكبيرة وايمانها بعمل ربنا وبالرسالة اللي جابها رئيس الملايكة عشان كده قالت لها القديسة الاصابات في لؤة واحد قالت لها طوبة للتي امنت ان يتم ما قيلة لها من قبل الرب وده برضو اللي قال ومعلمنا بولس في عبرانين عشرة فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجاذا عظيمة ثقة لها بركة كبيرة ومجاذا عظيمة وهنا الكنوز مش مقصود بها الكنوز المادية فقط لكنه الكنوز الروحية السلام والفرح والغنى والبركة الالهية من ربنا حتى لو الانسان خسر حاجات مادية نشوف مثلا موسى النبي قال عنه معلمنا بولس في عبرانين حداشر حاسبا عار المسيح غنى اعظم من كنوز مصر لانه كان ينظر الى المجاذاء يعني رغم ان هو خسر وضع وخسر حاجات لكن من رغم كده نظرته لله والنعمة اللي اخدها من ربنا دي عوضته عن حاجات كتير اوي فيه بركات بعد كده جات كتير جدا جدا فالايمان والثقة في ربنا بتدينا بركات كتير كمان الودعاء الانسان بيبقى ازاي هادي بياخد كل حاجة بهدوء زي ما قال ربنا في المعوضة على الجبل طوبى الودعاء لانهم يرثون الارض وده الكلام ده جي من مصمون 37 اما الودعاء فيرثون الارض ويتلذذون في قثرة السلامة الانسان بيبقى عايش في السلام الانسان الوديع الانسان اللي بياخد كل حاجة بهدوء وعشان كده كمان مش بس الانسان الوديع بياخد سلام كتير ونعمة كبيرة ده كمان الإنسان ده بيتجنب مشاكل كتيرة وحياته بتمشي في هدوء عشان كده سفر الأمثال صح 15 بيقول الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخت الإنسان بيكلم كلام لين وبياخد كل أمور بهدوء بيقدر يصرف الغضب ويطلعه بعيد عنه ويقول كمان في سفر الجامعة صح 10 الهدوء يسكن خطايا عظيمة وعشان كده أكتر حاجة ربنا قال لنا نتعلمها منه في ماتة 11 أما بيقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم يبقى الإنسان الثقة في ربنا كبيرة أو قوية أوي وإيمانه بربنا قوي جدا وفي نفس الوقت بياخد كل الأمور بهدوء وبودع الإنسان ده حياته كلها مغمورة بالكنوز زي ما قال في يشوع بن سراغ الآية ثاني صح 1 آية 35 هو الإيمان والودع فيغمر صاحبهما بالكنوز لإلهنا كل مجد وكرام الأبد آمين